ماذا سيارة هذه؟ هذه عام 1433 جريدة بموجودة السلام عليكم هلو والله بشباب كيف الحالش أخباركم طيبين إن شاء الله رجعنا لكم اليوم بسلسلة تجديد السيارة اللي واقفة لها أكثر من 16 سنة طبعا قبل ما نبدأ في مقطع اليوم صلوا عنا بيها جماعة الخير هذا الشيء الأول الشيء الثاني شكرا لكم على الدعم الجبار اللي صار في المقطع الي فات مقطع اليوم نبغى أكبر عدد ممكن من اللايكات حرفيا شيء هذا حرفيا يدعمني ويحفزني عددنا اليوم 155 ألف متابع رح نقدر نوصل للمئتين ألف بإذن الله في أقرب وضع إذا كنت تشوفني الآن اسمعني نضغط على اللايك واشترك القناة على الجرس ما أفغط أول عليكم لاتس جو على المقطع بيكم يا جماعة الخير إن شاء الله تصوير كاميرا ذا يكون كويس الحين رح نسجل القطع الناقصة تانو صاحي واجي مره نبقعنا رح نسجل القطع الناقصة رح نجيبها من الرياض وروح نشوف الشي القطع اللي نحتاجها صدق من قطع الضيار اللي موجودة في الرياض عندنا أول شيء الله يسلمكم اللي هي فلاتر الهواء فلترين هوا 500 عندنا هناك رجيع بنزيم اللي تشوفونا هذا تمام؟ هذا الشيء الثاني الشيء الثالث صح السير السير عندي ماش نروح نجيب سيور برضو الشيء الرابع نجيب فلتر زيت لأنه موجود هنا فلتر زيت مكينة أربع أشياء خلنشوف الداخلية والأشياء على الجن هل في شيء ناقص القزازات اللي قدام وورا نشوف كما سعار هن واذا لحقنا على التشريح نجيب منها ثنتين قدام وورا بإذن الواحد الأحد وش الحجم؟ أبغى الخمسمائة وين؟ خمسمائة هذا واحد وينه؟ هنا؟ لا أبغى الرجيع بنزيم الرجيع هنا هذا ولكن ليه مقطوع نشوفه من يل مقطوع هيا؟ ليه مقطوع هذا ليه نعم تفد هذا بسيطه لنشوف يقول له هاي من هاي طي نبغى الرجيع هذا زين الرجيع ليه راح نفكه بإذن الله راح نفكه حي ايه طرع معنا بسم الله هذا هوب الفراجة شوفون هذا شكله هل يحتكى لبنزيم شوف الثاني هل يركب عليها أو لا شوفنا جبنا هذا إن شاء الله أنه عادي يجي قده أو نفس مقاسه نجرب الحين بس بعدها ننظف المكان اللي عليه رقبنا القضاء ثاني جماعة خير شوفوا هذه القطعة شوفوا هذه القطعة فتحتها صغيرة وهذه فتحتها كبيرة حاولت أجيها بالدريل ورسع الفتحة هذه نفسها ولكن مدل خير فكت الأول هذا يا ابن اللذين عافر ويضحك هذا كان صغير وكاتم بالبنزيم كتم ولكن مفكت أو يطيشوا البنزين ويجي في حيوني ويجي في وجيه يحوس يحوس وانا يضحك طيب الآن نجي جماعة خير مغير الفلاتر بس نفكي الفلاتر أول شيء بسم الله نزلها هنا ناخد فلتر الأول نشوف الفرق بينه بين الفلتر الجديد نعم شوف الفرق الشاسع يا ساتي نسحب الفلتر الجديد حتى تركب المسامير من وراء بس هذه القطاع جينا عند الشيخ إن شاء الله بيضبطنا بإذن الله بيضبطنا ايه توا صاحي مضبط الشاهي كيف؟ أنا أنا طلعتها قايل لك ميكانيكي بس أنت مستنقصني شوي تراني خذير بسم الله يا الله هذه القطع كيل هذه بإذن الله على كالن يخدرنا ورشي ورشي إن شاء الله من لقيتك إن شاء الله هذا مرقب شي طح هنا أساعدك الشيخ بشركم أجمعات الخير حصلت القطعة عند الميكانيكي عليكم صباح الخير يا ساتر والله المقطة ذات عبتل أصور كل يوم أصور طيب يا جماعة الخير اللي هي سلسلة المقاعدة الناس تكلمون عنها في تويتر وتفاعلتم معها بشكل مرقوي ممكن اللي قاعدين يتابعون تزوج السيارة ممكن ما يعرفون شفكرة المقاعدة بأعطيكم عنها فكرة رسيطة طبعا الفكرة هذه موجودة في قناتي سلسلة نزل منها الحين ثالث موسم خلال ثلاثة شهور ممكن كل شهر ممكن يزل فيها موسم أو موسمين كدو كدو طيب وش فكرة هاي وسامة مقاعدة جماعة الخير سواها شخص أجنبي في عام 2013 تكرون ذاك الشخص اللي يبدل المشبك بعدين وصل البيت يب نفس الفكرة ولكن هنا عندنا في الوطن العربي بدت فيها الشركات كلموني بخصوص الفكرة وتعاقدت مع شركة شبات هم سووا الرعاية كاملة للحلقة لأن حرفية الحلقة متعبة بشكل ما تتوقع ولكن هذا مو كلامنا كلامنا اللي هو وش يسامة سلسلة المقاعدة اللي هي أني أبدل أشياء من شي صغير إلى شي أكبر يعني بدايت بقلم بعدين رحت لشاحن بعدين رحت من شاحن إلى كذا عمتوا تعدد كبير قاعد يصير في السلسلة وقاعد أشوف فيها قبال مرة كبيرة ولكن متعبة بشكل مخيف فأي شخص حاب يقايدني من ناحية هذه السلسلة توصل معي عن طريق حساباتي أو داخل تطبيق شباك المقطع هذا مو برايتهم ولكن إذا أنت عندك شي تبغى تقايدني مقايضة حاب تبداها معي توصل معي وبإذن الله راح نجيك طيب الحين جماعة الخير راح نسوي تلميع للسيارة ولكن كنت أبغى نسوي شي ونحط الشترطون ونلمع جهها في ناس كثير قالوا له سامة لا تصبغوا البوية واضح أنها كويسة ولكن تحتاج تلميع راح تساكوا أخذت الله يسلمكم اللي هي الملمعات وراح نجرب الآن شوفوا هذا هو حر راح نجرب نلمع بجهها ونحط الشترطون هنا ونلزق المنطقة هالي كده طيب نمسح أويلي أويلي يا جماعة الخير نتوقع الفرق مواضح اللي بعدها نشوفوا المنطقة هذي اللي بسولة فوق السلام فرق شاسف جماعة الخير نشوف الفرق هنا شوفوا اسمه اسمه الصوت يساتر فرق شاسع راح نبدأ الآن في الكبوت هذي صورتها قبل راح تشوفونا بعد مناعي جماعة الخير منطقة منطقتين ثلاثة أربعة خمسة ستة عشان نعرف الشيء لماكن اللي اشتغلنا فيها شو المنطقة الفوق كيف نضيفة منطقة هذي كلها مشاهبة شوف على الونها شوف جديدة مو جديدة ممسوحة ولكن نحضر نحضر ذيك موسوحة 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 طابح الشغل صح راح بيش شيء خلاهنت والله يلمعناه بشكل شوف شوف تشوف عكسة الجدار راحين تشوف راحين مش في الجدار حرفيا شوف باقي الرفرف هذا مرشوش عليه الدهان نحتري يخلص بس هنا هذي باقي بس طبعا أنا عارف تقول ساما خلاص يكفي لا ما يكفي باقي القطع الداخلية نضبطها وباقي زيادة نحطها على جهاز الدين موهو او الدين او زي كذا ليقوس قوة المكين او كم توصل الحق الكمبيوتر لازم عشان اعرف قوة المكين كيف يب الى اليه هنا حرفيا ما وصلنا ممكن قاعدين تشوفون اخر ثمان ايام او تسع ايام في المقطع هذا طبعا جماعة الخير فكنا اللي هي المصطرة البيضة هذي الجهاز هذي كلا فكناها لانا نغيرها نفسونا كحلي او مكحل بس نغاس المنطقة هذي الله يسلمكم ونركب المصطرة الجديدة شما بيشيل لك الغبار بيشيل لك كل شوي كده بوس السلام عليكم اهلا ونساني رح وديكم مكان في سيارات قديمة حرفيا لأبعد درجة رح نطلع للان والسيارات هذي شفتها قبل كانت مدفونة تحت الارض ومغبرة المهم انها قديمة لأبعد درجة رح نطلع للان بسم الله يا الله نقول بسم الله نركب الشعر نحيوطة طيب نشد على الحزام هنقول بسم الله توكلنا الله بسم الله الرحمن الرحيم يا الله صباح خير وبسم الله خرجنا وبسم الله ولجنا وعلى ربنا توكلنا هذا هو المكان هنا بسم الله الرحمن الرحيم يوطين هنا هذي مستحيل تجاه في الليل رح أريكم السيارات القديمة الموجودة هنا هذا مدري شو يسمونها لوري مدري سي كده توقع ولكن شوفوا السيارات اللي مدفونة هناك بنروح لها وعندنا هنا سيارات مرمية بسم الله شوفوا السيارة هذي سيارات كلاسيكية كلاسيكية حرفية مرة مرة خين قرب من السيارة هذي بسم الله الرحمن الرحيم شوفوا وفيها جرائد محليخ كمل جرائد هذي هذي عام الف واربعمية وثلاثة ثلاثين جريدة موجودة الف واربعمية وثلاثة ثلاثين وحد عشر سنة ممكن سيارة مهملة موقفة هنا جرائد الله يرحمك يا شيخ الله يرحمك الله يرحمك يرحمهم البقية ولكن ما عرف إلا الملك عبد الله الله يرحمه ويغفر الله الله يرحمهم لم يرس الماء هذي الشيخ هرح يملك الشيخ طيب هذه الأماكن أوه في كابرس هناك مبالا قديم ها والله المبالا شكل بدور رأي هنا برضه حتى شوفوا المكينة هنا يا سعد رابي كم لها مهملة كم لها مهملة حرفيا شوفوا شوفوا مراتبها المكينة اللي هنا هذي مكينتها هنا في شيء مفجل اسم تريد وشو هذي تيوتا هذي تيوتا يا جماعة الخير وهذا الرقم الجمرقي حقها الرقم من الهيكل قصني يا سعد شوفوا السيارات اللي هنا مشكلة السيارات اللي هنا ما أقدر أنزلها على المكان شوي يخوف فاعذروني أعذروني الليلة يا جماعة الخير شوفوا سيارات كلاسيكية حرفيا اللي يعرف راعي هنا تكفون تواصلوا معاي تكفون شوفون هذيك السيارة ما أدري بشيء ولكن شوفوا لي هنا السيارة قديمة مرة مرة قديمة هنا سيارة أوه في سيارة هناك قبل ما نروح وهي هنا في سيارة بنرجع لهذه بعد شوي ولكن شوفت السيارات اللي بارك قل بسم الله هنا في شجر رايك هنا الشر يطلع لك شيء من تحت الأرض واو في سيارة هنا من قلب طيب يمدينا مر هنا في شايك بسم الله يمدينا مر من هناك بسم الله الرحمن الرحيم بيوت الطين هو ساتر يسيارة هناك في سيارة عليها لوحة ولكن ما نقدر نمر بسم الله الرحمن الرحيم بنجيها من وراء بنطلع وراء نجيها هنا السيارة القديمة الثانية يساتر وش السيارة هادي هادي لوحة ثانية يا ما إن شاء الله والله يتنفع للتعديل هادي يتنفع وش نوع السيارة جمات خير اللي يعرفها يقول لي علامتها كابرس تتوقع طيب خلنا ندخل جوا بسم الله الرحمن الرحيم لازم الواحد يسمني في الأماكن هادي لأنها ماكن تخلى من البشر ما تدري من تزعج يا سارة هادي مبالة توقع صح إذا ما خفظني هادي مبالة إذا ما خفظني عليك فرغة كدير تتوقع أنها مبالة بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم هادي حتى التمكيناتها موجودة شو 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 ش 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 اشتركوا في القناة